السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صلي على سيدنا رسول الله اللهم صلي على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر اللهم صلي على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم وبؤتم بحسن المنقلب اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا يا ربنا بما أصلحت به عبادك الصالحين واجعل لنا في قلوب الصالحين ودى اللهم أمين يا رب العالمين مرحب بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صلوا عليه عليه الصلاة والسلام اللي لادي بإذن الله حنعيش مع قصة سميتها قصة التحويل قصة التحويل ما هي القصة؟ القصة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه من حديث الصحبي الجليل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً وكان يعجبه عليه الصلاة والسلام أن يصلي جهة الكعبة حتى أذن الله تعالى أن يصلي رسول الله جهة المسجد الحرام وكانت أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة المسجد الحرام صلاة العصر فصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق رجل فمر على أهل مسجد وهم يصلون فقال أشهد بالله لقد صليت الآن العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة الكعبة فتحول القوم وهم يصلون فصلوا جهة الكعبة هذه القصة يا أحباب سميتها قصة التحويل ونحن الآن في شهر شعبان وأنا أعلم أننا قد مررنا بالنصف من شعبان وإحنا دلوقتي خلاص دي تعتبر الجمعة الثالثة السبت الثالث أو قبل الأخير من شهر شعبان ولكن دعني أفاجئك في أول الحلقة وأقول لحضرتك إن بعض العلماء بيقولوا إن تحويل القبلة كان في شهر رجب هذا رأيه وبعض العلماء بيقولوا إن تحويل القبلة كان في النصف من شعبان هذا رأيه والرأي الراجح أن تحويل القبلة كان في شعبان دون تحديد يعني في شعبان أم تبقى في شعبان؟ الرأي الراجح لم يحدد معاد تحويل القبلة هل كان قبل النصف من شعبان؟ هل كان بعد النصف من شعبان؟ لا نستطيع أن نجزم متى كان تحويل القبلة تحديداً في شهر شعبان؟ يبقى الراجح أنه في شهر شعبان إنما إمتى؟ لا نستطيع أن نجزم أنه في النصف من شعبان وعموماً فهذه القصة فيها الكثير من الفوائد المباركة الله أسأل أن ينفعني وإياكم بها في هذا الحديث سيدنا الوراء بن عازب رضي الله تعالى عنه بيقول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى 16 أو 17 شهر جهة بيت المقدس يعني قبلته المسجد الأقصى والذي أمره بذلك هو الله عز وجل وبعدين بعد 16 أو 17 شهر كما تقول هذه الرواية رواية الإمام الوخاري في صحيحة بعد 16 أو 17 شهر أذن الله تعالى له أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة وتكون القبلة قبلة النبي وقبلة أهل الإسلام المسجد الحرام الكعبة المشرفة فأذن له الله عز وجل فصلى رسول الله أول صلص الله على هذه الرواية رواية البراء بن عازب كانت صلاة العصر صلى جهة الكعبة واحد من اللي صلى مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة العصر جهة الكعبة بعد لما خلص الصلى مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تحرك انطلق خارج من المسجد مر على مسجد تاني لأ أهل المسجد لسه بيصلوا الجماعة جماعة العصر فأراد أن ينبههم أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه في هذه الصلاة لصلاة العصر إلى الكعبة وهذا بأمر الله تعالى وحتى لا يكون هناك تردد عند هؤلاء الصحابة فقال أشهد بالله يعني هو يحلف دون أن يستحلف يعني من غير ما ينطلب منه أنه يحلف فقال أشهد بالله علشان ما يبقاش في تردد ومجموعة يتحولوا من جهة البيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى مجموعة تتحول مجموعة لا يتحولوا ما ممكن ساعتها كان ممكن الفكرة اللي تطرق على الصحابة بعضهم يتحول جهة الكعبة والبعض الآخر يظل كما هو ويقول نخل الصلاة وبعدين نتأكد نشوف مين دوة اللي بيقول لنا من هذا الذي يلقي علينا الخبر هل هو مسلم ولا هو كافر ويدحك علينا ولا هو واحد من اليهود ويحاول أنه هو يخرجنا عن الصلاة لكن لما أقسم بالله وقال أشهد بالله أني صليت العصر مع رسول الله عليه الصلاة سامجات الكعبة الصحابة ما استنوش لما يخلصوا الصلاة دي ويتأكدوا من الخبر ولكن في نفس الصلاة فتحولوا حتى في رواية تانية تعدي طرق لهذه الرواية أنهم كانوا ركعاً كانوا ركعين فتحولوا جهة الكعبة المشرفة طبعاً ها هنا دروس مهمة جداً ومنها محبة الخير للغير والميزة التي تميزت بها هذه الأمة ميزة الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي علي المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فهذا رجل تعلم المعروف عند رسول الله وعمل بشيء منه لسه دلوقتي فمجرد ما مر على الصحابة دلهم على هذا المعروف الذي تعلمه وعرفه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك أنت تصلي وصلاتك تكون في الاتجاه الصحيح الذي أمرك الله تعالى به ده شيء مهم جداً وأيضاً فيه العمل بخبر الواحد اللي النهاردة بعض التيارات الفكرية المعاصرة التيارات الفكرية المنحرفة المعاصرة بيطعنوا فيه أخبار الآحاد في السنة وأحاديث الآحاد في السنة ويقول لك أحاديث الآحاد دي لا يثبت بها أحكام ولا تصلح للاستدلال في العقيدة ليه؟ يقول لك خبر واحد ده واحد بس واللي جاي يقول وشنعوا في هذا الباب وحاولوا أن يستدلوا بأدلة بنقول الدليل اللي معنا دولي في صحيح المنوخ خاري هذا دليل قوي جداً 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 على عمل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم بخبر الواحد فهذا واحد جاءهم بالخبر وهم يصلون هم في العبادة فنقل الخبر إليهم وهم يصلون ولأنهم يعملون بخبر الواحد فهذا ليس أي واحد يا جمعوا إنما هذا الصحابي من الصحابة والصحابة كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم فتحولوا من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة وهم يصلون أيضاً في هذا الحديث فيدة التسليم لأمر الله عز وجل الرضا بحكم الله عز وجل في البداية كأن الله عز وجل أراد أن يخلع العصبية من قلب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه فكما يتعلمون يا أحباب أن الكعبة لها مكانة كبيرة جداً في قلوب العرب ومنهم هؤلاء الرجال من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه فالكعبة لها مقام كبير جداً عند العرب قبل الإسلام في الجهلية وأيضاً بعد الإسلام ورسول الله كان يحب الكعبة ويحب أن يتوجه إلى الكعبة ولكن الله عز وجل أراد أن يخلع العصبية من قلوب الصحابة فأمرهم أن يتوجهوا إلى بيت المقدس وأيضاً في هذا مخالفة لأهل قريش حتى لا يقولوا إنه يصلي إلى جهة قبلة أبائنا وأجدادنا للكعبة فكان اليهود يظنون أنه يصلي جهة أبائهم وأجدادهم قبلة أبائهم وأجدادهم أباء وأجداد اليهود اللي هو التوجه إلى بيت المقدس وظل رسول الله على هذا ستة شهر سبعتاشر شهر وبعض الروايات كمان بتقول تمنتاشر شهر يعني المعنى إن إيه أفلنا السبعتاشر وبدأنا في التمنتاشر شهر تقريباً بعد أن وصل رسول الله المدينة يعني ده ستة شهر سبعتاشر شهر يقول بعد لما النبي خرج من مكة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وهناك روايات تقول إن قبل لما النبي هجر من مكة إلى المدينة كان يتوجه إلى بيت المقدس وأجعل الكعبة في صلاته بينه وبين بيت المقدس فكان النبي بيقدر يعمل دا وهو في مكة يعني هو بيطيع أمر الله عز وجل وقبلته المسجد الأقصى ولكن يجعل الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى فلما انتقل رسول الله وهاجر من مكة إلى المدينة ما بقى الشيء يقدر يعمل كده ليه؟ لأنه إذا توجه إلى المسجد الأقصى تبقى الكعبة في ظهره عليه الصلاة والسلام كعبة خلفه فيبقى هنا ما فيش قدامك إلا إنك أنت تصلي جهة المسجد الأقصى فكان رسول الله يحب أن يصلي إلى المسجد الحرام والله تعالى يرى هذا من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولبى له هذا والآيات القرآنية في سورة البقرة اللي احنا إن شاء الله حنتوقف معها الآن تحكي لنا هذا لكن عايزين ناخد بالنا من هذا الملمح أنتوا بتحبوا الكعبة ونشأتم على محبة الكعبة؟ آه وإنتوا رسا دخلين في الإسلام؟ أيوة طب أنتوا هتصلوا جهة المسجد الأقصى إيه رأيكم؟ هل حد حيعترض؟ لا محدش هيعترض لكن النبي يحب أن يصلي إلى الكعبة فأذن الله تعالى له أن يصلي بعد ذلك إلى الكعبة بعد لما راح المدينة بكتر من 16-17 شهر وتنزل الآيات لتكون اختبار لليهود واختبار لقريش واختبار لمن دخل في الإسلام قريبا اللي لسه دخل في الإسلام قريبا قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اليهود سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعني لما تحول النبي من بيت المقدس إلى الكعبة وهو يصلي وبيت الكعبة هي قبلته اليهود قالوا الله هو سبيل الإبلة بتاعتنا ليه؟ لما تحول التوجه إلى الكعبة؟ طيب هل كان صلاته الأولى صحيحة؟ أم الآن هي صلاته صحيحة؟ وبدأ هم وكفار قريش يشنعوا بهذا التشنيع محاولة التشكيك للمسلمين الجدد اللي لسه دخلين في الإسلام محاولة التشكيك في العبادة إزاي؟ هو أنتوا كنتوا بتصليوا الأول صح ولا صلاتكوا دلوقتي يالي صح؟ ما هو لو صلاتكوا الأولانية هي اللي صح اتجاه بيت المقدس يبقى صلاتكوا دلوقتي غلط ولو دلوقتي أنتوا على خطأ يبقى المفروض تصححوا هذا الخطأ وتعودوا إلى القبلة القديمة ولو أنت دلوقتي على الحق يبقى كل ما فد ضاع وبعدين ما هو مصير من أسلم قبل ذلك وكان يصلي تجاه بيت المقدس ثم مات قبل تحويل هذه القبلة مصير صلاة إيه؟ فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى قيم الساعة وفيه بيانا شفيا للرد على هذا الكلام قال الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم يعني إيه الكلام ده الله يقول أنت دلوقتي بتسأله هو ليه كان بيصلي قبل كده جهة المسجد الأقصى ودلوقتي حيصلي جهة الكعبة الجواب لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم يعني الذي أمره أن يتعبد هذا التعبد وتكون قبلته بيت المقدس هو الله ثم الذي أمره أن يتحول من أن تكون قبلته بيت المقدس إلى أن تكون قبلته الكعبة المشرفة هو الله عز وجل وأنا عبد لله أطيع الله كما أمرني وهذه الأمة أمة وسط هم شهداء الله على خلقه على الناس والرسول شهيدا عليهم أو الرسول يشهد عليهم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه يعني هذه عبارة عن امتحان وهذا التصرف سيكون صعب في البدايات إلا على من هدى الله تعالى قلبه لو إيه إنك أنت تؤمر أن تصلي جهة بيت المقدس وتقبل ده قد يصعب هذا على بعض الأتباع من اللي لسه داخلين في الإسلام لكن هذا فيه دلالة على أن الله هدى قلوبهم يعني استجابتهم دي فيها دلالة على أن الله تعالى هدى قلوبهم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها كنت عليها ليهجهة بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة يعني هذا التحول كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني موقف صلاتكم في المدة اللي فاتت إلى جهة بيت المقدس وكذلك موقف صلاة من صلى جهة بيت المقدس ومات قبل تحويل القبلة إلى المسجد الحرام هذه الصلاة لم تضيع وإنما أنتم مأجورين عليها وما كان الله ليضيع إيمانكم ففسروا الإيمانها هنا بالصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ثم تأمل شفقت وبرج رب العزة جل جلاله بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية التالية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فتأمل أخي الحبيب فلنولينك قبلة ترضاها لم يقل ربنا جل جلاله فلنولينك قبلة نرضاها ما طبيعي يعني أن هذه القبلة يرضى الله تعالى عنها للكعبة ولكن تطيبا لخاطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يقول فلنولينك قبلة ترضاها ما احنا قلنا القصة اللي معانا دي قصة تحويل سيدنا البراء بن عازب يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلى جهة بيت المقدس ستة شهر أو سبعتاشر شهر وكان يعجبه أن يصلي جهة الكعبة يعني كان يحب هذا ويرجو هذا من الله عز وجل فمن بر الله تعالى بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقول له فلنولينك قبلة ترضاها يعني هذا ما يرضيك وأيضا هذا ما يرضي الله فلنولينك قبلة ترضاها فكان هذا بمثابة الإذن بتحويل القبلة من اتجاه بيت المقدس إلى اتجاه الكعبة المشرفة بارك الله تعالى في الآية التي بعدها الله يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تابعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض بعض اليهود بعد أن تحول النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته من بيت المقدس إلى اتجاه الكعبة المشرفة بعض اليهود جملة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعقيد معه صفقة ما رأيك يا محمد أن تعود فتصلي جهة قبلتنا جهة المسجد الأقصى ونتبعك فقال الله تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وقال الله تعالى لسيدنا النبي ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تابعوا قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ثم بعدها بأيتين يقول الله تعالى وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ يعني في هذه الوجهة الآن إلى الكعبة المشرفة تميز تميز عن اليهود وأيضا تميز عن قريش فالنبي لم يتوجه إلى الكعبة المشرفة أولا وإنما خالف قريش خالف العرب واتجه إلى بيت المقدس بأمر الله ثم بعد ذلك أذن الله تعالى له بالرجوع والتوجه إلى الكعبة المشرفة وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بين الأيتين دول آية ولئن أتيت الذين أوتوا الكتابة بكل آية ما تبع قبلتك وبين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات آية اعتراضيها هنا يفهمها كثير من الناس فهما غير دقيق وهي قول الله عز وجل الذين آتهناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الآية دي معنىها إيه بعض الناس بيفسرها الذين أتناموا الكتابة يعرفونه يعرفون القرآن كما يعرفون أبناءهم وبعض الناس بيفسرها يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم وبعض العلماء بأفسروها يعرفون المسجد الحرام كما يعرفون أبناءهم يعرفون الكعبة المشرفة كما يعرفون أبناءهم وقالوا إن التفسير التالي ده اللي هو تفسير الذين أتناموا الكتابة يعرفونه يعرفون إيه هذا الضمير يعرفونه قالوا أن يكون تفسيره المسجد الحرام هذا أولى وأفضل لأن الآيات السيق كله الآيات تتكلم عن القبلة وتحويل القبلة والتوجه إلى القبلة الجديدة فهذا هو أولى الآراء في تفسير هذه الآية والله عز وجل أعلم يبقى الذين أتنموا الكتابة يعرفونه كما يعرفون ابنائهم يعرفونه أي يعرفون المسجد الحرام كما يعرفون أبنائهم يعرفون مكانة وشرف المسجد الحرام كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك في تحويل القبلة درس مهم جدا في الاستسلام والتسليم لأمر الله عز وجل يعني إيه مجرد ما تسمع حكم ربنا عز وجل في الحال تنفذ أول لما الصحابة عرفوا أن السيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الأمر بالتحول من اتجاه بيت المقدس في الصلاة إلى اتجاه الكعبة في الصلاة تحولوا في الحال رضي الله عنهم أرضاهم وده بيأكد على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وده الفارق بين جيل الصحابة وبين أجيال كتير جدا ممن جاء بعده وسرعة الاستجابة الأمر الله والأمر النبي عليه الصلاة والسلام ده دليل على الحب الصادق الخالص للشريعة ولله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام فالله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قاض الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما فيش واحد من الصحابة بعد لما تحولوا في الصلاة بعد أن سمعوا هذا الرجل الذي ينادي أشهد بالله أنني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر جهة الكعبة والصحابة تحولوا مش بعد لما خلصوا ما فيش واحد فيهم قال هو إيه بقى اللخبطة اللي احنا فيها دي هو إحنا نصلي شوية نحية بيت المقدس وشوية نحية الكعبة ما ترسونا يا جماعة على ور لم يقل ولا واحد من الصحابة قال كده رضي الله عنهم وارضاه ليه لأنهم اتربوا تربية صحيحة سليمة وأيضا فطرتهم سليمة وما عندهم شي ثقافة الجدال على الفاضي والمليان يتكلم في اللي ليه واللي مالوش فيه وإنما طالما ثبت الخبر والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا يبقى واجب علينا المتابعة وده واضح بقى في مواقف كتير جدا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام منها مثلا موقف فيحكي سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قبل تحريم الخمر بيقول كنا في البيت بيت أبو طلحة أبو طلحة تتزوج أمه سليم اللي يا أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وكان الكلام ده قبل تحريم الخمر فبيقول كنت أسقيهم الخمر جاء كان فيه بقى مع أبو طلحة مجموعة من الناس من الرجال دل من الصحابة يعني وأنس بيخدم عليهم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه فجأة سمع منادي فقال أبو طلحة يا أنس اسمع ماذا يقول المنادي فخرج سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه فسمع المنادي ثم عاد إلى أبي طلحة وقال يا أبا طلحة المنادي يقول ألا إن الخمر قد حرمت ألا إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة رضي الله عنه وارضاه يا أنس اكسر الجرار يعني كسر بقى الأنية اللي فيها الخمر اللي عندنا معنى الكلام ده أن هم كانوا مجهزين أو مخزنين الخمر فيه أواني يعني الخمر كان بزيادة لكن مجرد لما جاءهم الخبر بتحريم الخمر قال له كسرها كلها فكسر أنس الجرار ثم قاموا فاغتسلوا ثم طيبتهم أم سلين ثم جاءوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كده خلاص هم لسنحلهم سمعنا وأطعنا وطهروا أنفسهم واغتسلوا وتطيبهم وجم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علشان يتأكدوا كمان من الخبر فتأمل بارك الله تعالى فيك سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع أن ده يعني أمر هما اعتادوه هما بقالهم على الخمر مدة ما قالوش طب استنى استنى من نتأكد بس هو الرجل ده بيعمل كده من نفسه ولا فعلا النبي اللي قالوه طوف على الناس ونادي في أرجاء المدينة ألا إن الخمر قد حرمت سرعة الاستجابة وده شيء جميل جدا المفترض بقى أن إحنا نتعود ونتعلمه في أي شيء وصلنا من تفاصيل أحكام الدين أي فريضة أي واجب نتعلمه أي حكم شرعي نتعلمه أي سنة نتعلمها عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام نتمسك بها ونعمل بها وأيضا موقف الصحبيات زوجات وأخوات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزلت أيت الحجاب وبدأ الصحابة يتحركوا ينقلوا أيت الحجاب وليضربن بخمرهن على جوبهن بدأوا ينقلوا الآية دي في البيوت إلى الزوجات وإلى الأخوات وإلى البنات مجرد ما المرأة من النساء تسمع أن هذه الآية قد نازلت شققنا مروطهن حتى سرنا كالغربان خلاص غطت نفسها وغطت الجزء اللي بين من شعرها وغطت وشها وغطت رأسها شققنا مروطهن حتى سرنا كالغربان يعني لا يعرفنا من بعضهن بعضا ما تعرفش فلانا من علانا ليه ما بقاش في حد بقى ماشي كاشف وشه مجرد سماع آية الحجاب شققنا مروطهن حتى سرنا كالغربان سبحان الله العظيم كالغربان يعني المقصود يعني السواد إن الحجاب المحتشم عما الرأس وعما الوجه وما فيش ألوان ملفتة ولا أي حاجة وكل واحدة ملتزمة بتفاصيل الآية وده برضو دلالة على الصفاء والطهر والتسليم التام لأحكام الشريعة وده اللي ينقصنا الآن إنك لما تيجي تقرب لربنا عز وجل وربنا سبحانه وتعالى فتح لك طريق العلم وبدأت تسمع وتتعلم اللي تتعلمه اعمل به ما تسوفش ما تأجلش ما تقولش لسه شوية ما تقولش طب الشهر اللي جاي ما تقولش السنة اللي جاية ما تقولش طب بعد لما أخد خطوة كده مثلا بعد لما تخرج بعد لما تجوز بعد لما سافر بعد لما أشتغل وما يدريك أنك أنت هتمر بكل هذه المراحل أطل الله بقائك على طاعته ولكن ما يدريك أنك أنت هتعيش كمان ساعة هتعيش كمان دقيقة أعظم درس من قصة التحويل هو التحول الكامل إلى الله إحنا بقى ينبغي أن نتحول تحولا كاملا إلى الله عز وجل نتحول من الظلم والاستبداد والقهر نتحول إلى العدل والعدالة وأن نعطي الناس حقوقهم وأن لا نظلم أحدا وأن لا نأكل حق أحد نتحول من الهجر للفرائض والهجر للنوافل والهجر للشرع إلى التمسك بالشرع والالتزام بالفريضة والالتزام بالنافلة نتحول من محبة الذنوب والمعاصي وإحنا في أيام طهرة وأيام طيبة في أواخر شهر شعباني الآن ومقبلين على شهر رمضان ينبغي أن نستفيد من تحول للقبلة إلى أن يبقى فيه تحول عام علينا كمجتمعات وعلى الأسر وعلينا كأفراد تحول من هجر القرآن إلى محبة القرآن من هجر القرآن هجر السماع أو هجر التدبر أو هجر التلاوة أو هجر الإنصاط أو هجر العمل إلى محبة القراءة أو محبة التلاوة أو محبة السماع أو محبة التدبر القرآن من هجر المساجد إلى محبة المساجد من هجر صلاة الجماعة إلى محبة صلاة الجماعة من هجر الترويح واللي استهان بيها إلى محبة الترويح وقيم الليل ونضرب نفسنا في اليومين الجايين دول في الليلتين الجايين دول على قيم الليل علشان لما ييجي يدخل علينا رمضان بالسلامة ان شاء الله نتمتع بالصلاة صلاة الفريضة ونتمتع بصلاة القيام في شهر رمضان محتاجين تحول تام وانت ادرى بنفسك وانت كمان يا اخت الفضيلة ادرى بنفسك وبحالك مع الله عز وجل عايزين نتحول من حال السوء الى احسن حال يرضى عنا به الله جل جلاله ودي تبقى اعظم بركة علينا في التحويل اكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية واسأل الله تعالى لي ولكم الهداية واسأل الله العظيم لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطابع منه الخبر احبكم في الله استدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته